تظهر كثرة مصانعها والأدخنة المتصاعدة في سمائها أنها ولاية فضلت الصناعات الثقيلة على غيرها في ميشيغن الواقعة الشمالية الولايات المتحدة تحتل قطاعات الصناعة والأعمال الأولوية لدى السكان إذ أن نحو 800 ألف من أبنائها يعملون في صناعة السيارات التي تسيطر عليها جنرال موتورز وفورد وكرايزلر صناعة السيارات في الولايات المتحدة وتحديدا هنا في ميشيغن هي المحرك الرئيسي للاقتصاد فهناك ألاف العمال في الشركات الثلاث الكبرى خلال السنوات الأربع الماضية أصبحت صناعة السيارات أكثر قوة لكن تفشي وباء كورونا أثر على كل شيء أعتقد أن هذه الصناعة ستتقدم وتتطور تكنولوجيا لتحافظ على موقعها في صدارة الصناعات وخلال السنوات الأربع الماضية شهدت صناعة السيارات في الولاية تقلبات أثرت على العاملين فيها كان من بينها تعديل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إضافة إلى تبعات أزمة فيروس كورونا هناك عوامل عدة أثرت في صناعة السيارات أحدها قرار ترامب تعديل اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا اتسبب ذلك بخسارة شركتنا نحو 90% من عائداتها السنوية خاصة بعد نقل بعض المصانع إلى هنا بدأ الأمر مفيدا في البداية لكنه ليس كذلك فقد ارتفعت تكلفة الإنتاج والأسعار وتراجعت المبيعات ثم جاء فيروس كورونا فتوقف عملنا وها نحن نحاول العودة من جديد مستفيدين من حزم المساعدة الحكومية لكنها تقدم حلا قصير الأمد فقط وعلى اختلاف انتماءاتهم حرص المرشحون للبيت الأبيض على تأكيد أهمية صناعة السيارات في ميشيغن فالمركبة الأمريكية بمثابة سفير يشي بالكثير عن الولايات المتحدة حول العالم رغم كثرة العثرات حافظت ميشيغن على مكانتها كعاصمة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة ولذلك فإن إصرار سكانها على حماية هذه الصناعة عند كل انتخابات لا يبدو مستغربا فهي مصدر دخل وفخر لهم أنا سي الصبار سكاي نيوز عربية ديترويت ميشيغن